النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري حضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتد ديار المصرية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة المصرية